قال الخبير العسكري والاستراتيجي داود السعدي في لقاء مع أخبار الآن إن القوات العراقية تتجه نحو ناحية الرياض التي تعد النقطة الأخيرة لمقاتلي داعش في الحويجة وضف السعدي أن أغلب قيادة داعش هربت باتجاه ناحية الرياض وهي بذلك قد حوصرت بالكامل أو باتجاه مناطق قوات البشمرقة التي أسرت مؤخرا عددا كبيرا منهم حقيقة الحويجة باتت تقريبا بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية اليوم القوات الأمنية تمكنت من زخم المعركة في الجانب الشمالي وكذلك الجنوبي وهي تتجه باتجاه مركز قضاء الحويجة أكملت بعض القرى وكذلك المناطق والأحياء في مركز قضاء الحويجة وهي تتجه باتجاه ناحية الرياض التي تعد آخر معاقل التنظيم ليتم التقاء المحورين الشمالي والجنوبي وكذلك المحور الغربي أغلب قيادات تنظيم داعش هربت من قضاء الحويجة أما باتجاه الرياض وهي بذلك قد حوصرت بالكامل أو باتجاه قوات البيشمرقة التي تمكنت من أسر عدد كبير من قيادات داعش والبعض منهم قام بالتسليم نفسه ضمن هذا المحور هذه العمليات التي بدأت اليوم هي تأتي ضمن الصفحة الثانية والمرحلة الثانية أيضا لعمليات تحرير الحويجة فيما بدأت الشرطة الاتحادية المرحلة الثالثة التي كان مخطط لها القوات الأمنية سيطرت خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق حيوية ومنها مطار الرشاد ومنها أيضا جبال مكحول بعض الأزاء من جبال حمرين التي تعد من أصعب المناطق من ناحية التضاريس بما يتعلق بالمعارك خاصة والكل يعلم بأن بعض قيادات داعش قد لجأت إلى جبال حمرين وجبال مكحول وبالتالي القوات العراقية اليوم قريبة جدا من تحرير كامل مناطق الحويجة انتم تحرير الحويجة وبذلك يتم القضاء نهائيا على كل عناصر تنظيم داعش في المنطقة اشتركوا في القناة